يقوم في هذه الأثناء أعمال ملعب 19 مايه 1956 بغنابة بعملية قص العشب الطبيعي للأرضية ليتساوى مستوى مع مستوى العشب الاصطناعي عموماً الأرضية في حالة ممتازة وجاهزة لاحتضان المباريات من الآن فيما تتواصل الأشغال ببطء على مستوى بعض الورشات فلحد الآن لم تستكمل عملية تركيب الكرسي الحمراء محلية الصنع بالمدرج السفلي رغم مرور أسبوعين تقريباً على انطلاق عملية وضعها بعد التأكد من استحالة وصول الكرسي الإيطالية في الوقت المحدد بالنسبة لمدمار ألعاب القوى فقد تم تخطيط حده الداخلية في انتظار تخطيطه بالكامل من قبل أحد المختصين المعروفين في الجزائر على ذلك الأشغال الداخلية تعرف تسارغاً كبيراً وتشك على الانتهاء بغية تسليمه بنهاية الشهر الحالي حسب تصريحة الأمين العام للكاف خلال زيارته الأخيرة ترجمة نانسي قنقر